بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم نهاركم سعيد نهاركم طيب ان شاء الله تكونوا كاملة بس وبصحة جيدة كما العدى والعوايد للتبذير نضيروا قيسنا وقيس عائلتنا بلا منبارو المهم اليوم حنشارك معاكم واحد الطابق مع السل بما انو احنا زوج عباد في الدار كما كنتشوفو كويس وحنا يدلنا به فطور يسلم هذا كل يديواتكم كامل اول حاجة حنبدأ بها نظم شوية حوائج منظمات هذة ومن لما كتوحفا يجبون شوفو الراعي الرسمي لداري سوى اللي مطبخون للدار لما كتوحفا يعجبوني حوائجها البلاستيك تحاصحيح عندهم افكار بزف بزف مهم ان يعجبوني هذو عندي الكبار وزادوا يعجبوني هذو صغيرين كما نعفو رمضان طاجين الحلوي بقنا الماسيدوان نحلو البطاة المايس والمصطورة كيف هي يقولها مهم عجبوني بزاف يعني تقدير تصغليهم في قداهم من حاجة خاصة فيهم الحجم المتوسط والصغير لحميس المهم وشي بقالك قلت لكم والحاجة اللي عجبتني فيهم هذو السليلة السليلة هذي تساعدك بزاف يقدر من حاجة اول حاجة هذا شوفوا وحتى فطرة الوقت الفطور يعني ناجوني يعجبوني صغار وملح خاصة لنا يحليت العلبة تاع تاع الطان هذي نحيت منها شوية وذكر هنقسمها اللي هنا باش نحافظ على الطان انا طان بناتنا نشريت على الزيت تاع الماء في سعي يفزد او كين طان لي بالزيت وكين لي بالماء بالماء ثمي اكرامكم الله يتعفن ويدير ريحة مش مليحة او طعم فيه وحتوزويزة في اللسان المهم انا نحب ندلوها شوفوا هنا تحبوا تخليوا هذي السلة وتفرغوا الزيت لطان عفوا وم بعدك تحبوا تهزوا الطان تهزوا وغير هذي السللة يبقى لكم الزيت التحت كي ما تحبوا على بيها قلت لكم عملية هذو اللي بورتمونجي عمليين بزاف بزاف ها والثانية رح ندير فيها طاجين الحلو طاجين الحلو كيمو رحكم شوفوا مانيش رح نحيها على واح كيمو نعرف طاجين الحلو والبنات انا ما نطيب شكل يوم طاجين حلو لانه غير زوجي اللي يأكلو قلت اللوحو في هذي ونخلي هذي المصفات باش كي نحب نهز ونحط في السحن يعني نحط له مثلا نشيمشا بجيها العين بقرة بجيها الزبيب بجيها ما تتخلط ليش بلاسوس من بعد انا اللي نتحكم بلاسوس هذي قدماش نحب اه قدماش نحط طعف فهمتو عجبوني عجبوني هذو رهم المهم لكم تلقاهم في المحلات اللي شفتوا المحلات اللي بيعوا الآواني البلاستيكية هذو كل الزيطاجر مهم اللي بيعوا الحوائش تلقاهم متوفرين بقوة المهم هنا نجي للطبق الرسمي نهار اليوم الشربة عندي الكسرة عندي فقط رح ندير البوراك وندير دوزيان هذا عندي دبشة وعندي بصلة فهمتو ستستعمل كويسة اذا ستستعملي زوج زاودي كمية البصلة والمعدن المهم درت شوية زيت شوية زيت البصلة تحبو تقطعها هو في اللول وفي الآخر حان نميكس تحبو تدير الخل تحبو تدير القارس هنا القارس أخلص لك تحبو تدير القارس تحبو تدير الخل هنا يجا تلوحت شوية زيت قد زيت شوية مشي كيز تنا يتبال كماني لوحت بزا فلا من بعد نبدأ لوح شوية ملح كما نعافو الجاج يحب الملح نزيد نضيف شوية زنجبيل شوية كما الكمية هذه لوحي على الأقل عفوا لوحي نص مغرف نص مغرف ملعقة صغيرة المغرف صغيرة فلفل أسود نزيد نضيف وراها هذه التوابلة كمون لخط رح ندير الجاج مردوم على الطريقة المنزلية نعافو المردومة المردومة يطيبوها تحت اللق لكن رح نبسطها لكم هنا في المنزل درت شوية توابل الدجاج درت شوية توابل الفلفل الحمر عفوا فابريكا ودرت الكمون هذا اللي ضفته كبيل هو الكمون وذكال لحت ثوابل تعد الدجاج كل شي نص مغرف نص مغرف عفوا نص مغرف لأني استعملت كويسة بسحلى الكويسة اللي استعملتها شوية كبيرة يعني صراحة أنا هي شوية كبيرة هنا لحت الثوم الثوم هذا ولي نستعمل لبنات وكما نعرف الجاج يحب بالزاف بالزاف الثوم الجاج يحب الملح يحب الملح يعني نزاود بزيادة زيادة ضفت لها الطماطم تعال العلب ذكر شو ندير كل شو نميكسي وش عندك ديري بغيتي في البرام ميكسر كما درت أنا تحبي في البلندر كما تحبي في العشوار صغيرة كما تحبي المهم أن تميكسي كل باش كل شي كل توابل كل بصل كل شي هذا يدخل في هذا هذا يتنكه مع هذا حتى تتحصي له وحد الصلصة تتبيلة تتبيلة للمردومة تحبي تديريها في الحم تحبي تديريها في الجاج نجيب الجاج نتاعي نحط ونحاول بالموس ندير ثقوب باش هك هذيك الصلصة تتوزع لي مام الداخل أفهمت أنا كما ش حطيت كامل فخذ الدجاج هذا ينغلف يعني تقولي وديري يحاول يشغلك يديري مساج بأطراف الأصابع باش يزيدوا يدخلوا في ثقوب لذقب تهم واش ندير أنا نشعل الفور التاعي وبديت نقفل فيها مليح وبعد ندير فابي أليمينيوم هو اللخر باش يساعدني في الطهي وحطيت في هذا البرم تعطين يتباعوا وحد البرم سبيسيا للبنات يطيبوا فيهم الحم والجيش ويقفلوهم يقفلوهم كي ما شتوا هنا حطيت ونسيت ورقت الرند ما كاش اللي ما تصال لقطة هذي عاودت تجبتها وعاودت لحتلها زجور يقات الرند لخط الرند ره صغير وليس حكي تعود كبيرة ورقت الرند يري وحدة تفي بالغرض نقفل عليها وندخلها للفور على نار ما تكونش قوية بش ما تفزليش القدرة نتاعي وخليتها الطيب على قد ما حطيتها في استعلك قد ما أعطيتك ذوق ولا أرواع وطيب لك زبدة خاصة إذا درتي لحم أعطي لها حقها في الطياب جيت هنا للبورا كل مرة وشندي المرة هذي درت بطاطا مغلية قدرت لها معها شوية ثوم قدرت بصل خضري يعني بصل عادي مقطع مربع عاد صغر بصل وليت بشان وقدر هذلك لحت المعدنوز ورحت شوية طوم كما قلت لكم والفلح والفلح والفلفل لكحل وخلت كل شي مع بعض كل مرة كيف ندير وقلت لكم البنات أنا ديما 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 نضيف الجبن هناك كما تحبي تحبي نضيف لها نضيف لها مام الفورماج يزيد لها من البنان تح هكا تقدروا تقولوا يشغل البريك على شكل صبيعات يعني بريك 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 يعني أصابع وشي هو ما فيش البيض البريك فيه البيض هذا ما فيش البيض هذا مكان ويش بنين بنين يا البنات لا نحكي لكم ونضيف مام المصيدوان حكمت عندي المصطورة المعلب حليته قلت نفرغ هنا ونحب نهز هذه المصفات فقط ونهز الكمية التي محتاجتها نحب نضيف ساعد في الصلاطة نضيف المصيدوان المهم تساعدني وعملية بزاف بزاف نجيل البوراك كما قلت لكم البنات نضيف كمية الثلاثية مثلا هذا اليوم سأستعمل بوراك دائما نضيف حساب عجوز ونضيف الكمية التي تبقى لي نضيف لي والسماء العجوز واللوحاف المجمد كما نقول نحن 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 نكون تعبانا نجبت نجلواج في اليومين هذه ثلاثية ماكسيما لا نفوت كثير هنا بعد لا يشعر الآذن بزاف روح تجبت المردومة التي طيبة في الفور والكوزينيار أما المردومة في الحقيقة والحقيقة أنها الطيب تحت اللط يعني يديرون لها حفرة يعني عندها تكنيك تحس كما يقولون المهم هنا حلتها لقيتها مزلت خصوصة شوية وتدخلتها وكان الطابط هنا الشربة كما قلت لكم كانت عندي من قبل شراه راك البخارة وهك طالع الدخن طالع تنمس خونة وش نقول شاهد في الجنة جيم عسلة بنينة ريحتها ما نحكي لكم شوف البنات تطلق هذه كلا صوص الحمد لله جت معتدلة في الملوحة في الضوك التحاجة بسم الله ما شاء الله على بالي يعني كالمعتاد تجربوها وتبعتوا لي تعليقاتكم وتبعتوا لي فرحيني وفرحتكم في الثوريات بسم الله ما شاء الله عليكم تومة ثاني هذا هو البنات كما اشتوها وكالبوراك والشرباء والكسرة كانت عندي كما قلنا لازم يا رب نطيب وقيسنا هذي يا رب يقدرنا ويقدر كل واحد ما هوش لاحق يا رب العالمين كل ما ناكله ندعيه والغيرنا اللي منعف القوش ياكل الله ما ياكلش ديمة الله المستعان كما يقولوا والمعيشة تعبرك لا إله إلا الله محمد رسول الله